بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كثير من الأخوة والأخوات يسألون عن كيفية صلاة الاستغاثة بالإمام الحج عليه السلام هذه الصلاة موجودة في كتاب مفاتيح الجنان وهي مجربة جدا بحمد الله عز وجل وجربناها عندما تصليها ليلا فإن البشارة إما أن تأتي صباحا أو مساء هذه الصلاة عجيبة سبحان الله عندما تصليها ليلا فالبشارة تأتيك نهارا وإن صليتها نهارا فالبشارة تأتيك ليلا حسب الحاجة سبحان الله ولكن لا بد أن تأتيك علامة على قبول الإمام إن شاء الله لهذه الصلاة بشكل واضح ويشعرك الإمام بأن صلاتك قد وصلت وسلامك قد وصل وباقي الأمور علي سأدعو لك عند الله سبحانه وتعالى بقضاء حاجتك وصراحة هذه الصلاة مجربة جدا جدا رجاء يعني حاول أن تصليها دائما ولو أني أكره نتكلم بهذه الصورة ولا أحبها أبدا صراحة يعني جربناها شخصيا بحمد الله عز وجل صلاة يعني لا تؤخر الحاجة أبدا لا تؤخر الحاجة بل تكون بعد ذلك من المتمسكين بها لسرعة الإجابة فيها وكيف لا وأنت تقف عاجزا دليلا ملتجئا بالملاذ الآمن بملجأ العالمين وهو صاحب الزمان سلام الله عليه على وجه هذه الأرض جعله الله سبحانه وتعالى وليا لعباده جعله الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده رؤوفا كريما كالأب العطوف على جميع خلقه فكيف لا يستجيب لك كيف لا ينظر إلى حاجتك على كل حال كيفية الصلاة كما أوردها السيد العارف الكبير وهو السيد علي خان في كتابه القيم الكلم الطيب أي الكلام الطيب قال هذه استغاثة بالحجة صاحب العصر صلوات الله عليه صلي أينما كنت ركعتين تقرأ الحمد في الركعة الأولى وبعد ذلك تقرأ السورة التي نوه عليها السيد وهي سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينة وفي الركعة الثانية تقرأ سورة الحمد وسورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ثم تستقبل القبلة تحت السماء وقل يعني أنت عندما تصلي سواء كنت في غرفة سواء كنت داخل البيت ولكن الدعاء تحت السماء يمكنك أن تقرأ الدعاء فوق السطح في الحديقة إذا لم يكن لديك لا حديقة ولا سطح يمكنك أن تفتح النافذة هل سيأتي فلان ويتفلسف علينا ويقول لماذا أنت تفتح النافذة هل الله سبحانه وتعالى إذا لم تفتح النافذة سوف لن يسمعك الله سبحانه وتعالى لا طبعا يسمعني نحن لسنا بهذا الحمق مثل ما أنت لهذه الدرجة نحن نعرف جيدا ولكن مراعاة القضية النفسية القضية النفسية مجرد فتح النافذة هو نوع من راحة النفس ولذلك نجد أن الناس جميعا أمهاتنا جميعا نجد أن أمهاتنا جميعا أخواتنا عندما تريد تجلس صباحا وتقوم بتنظيف البيت تقوم بفتح جميع النوافذ حتى أنت تشعر بالراحة بتغيير الجو تغيير الجو هل علمت أيها المتفلسف على كل حال فإذا لم يوجد لديك لا حديقة ولا سطح ولا يمكنك أن تخشى الناظر أحدا يراك أنا أتكلم مع النساء فإذا لم تستطع فعليك ماذا افتح النافذة على الأقل لم تفتح النافذة النافذة مغلقة تماما الله لا يكلف نفسا إلا وسعها في الغرفة وادعي بهذه الصورة على كل حال فإذا استقبل القبلة تحت السماء وقل سلام الله الكامل التام الشامل العام وصلواته الدائمة وبركاته القائمة التامة على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده وسلالة النبوة وبقية العترة والصفوة تقرأ هذا السلام إلى آخر السلام وهو وبالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه سل الله تعالى أنت تتكلم مع من؟ مع صاحب الزمان سلام الله عليه سل الله تعالى في نجحي طلبتي وإجابة دعوتي وكشفي كربتي وسل ما تريد فإنه يقضى إن شاء الله هذا هو المجرب سل ما تريد من صاحب الزمان سلام الله عليه خزائن السماوات والأرض تملكها أنت بشفاعة صاحب الزمان سلام الله عند الله عز وجل فهذه هي صلاة الاستغاثة بالإمام الحج المهدي المنتظر سلام الله عليه ثابر عليها رجاء ثابر عليها وإذا رجاء صليها ورجاء أنت كذلك صليها لأكثر من مرة صليها لأكثر من مرة والإجابة فيها حتمية وإن شاء الله يأتي اليوم الذي تبشروننا فيه جميعا بقضاء حوائجكم برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام